برعاية منظمة المغتربين السوريين تطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم عزيزي المشاهدين في لقاء متجدد من برنامجكم مجالسنا المحلية والذين استعرضوا في واقع المجالس المحلية ودورها في خدمة وقيادة المجتمع من هنا من مدينة ألقاها إخوانها في غيابة الجب من مدينة تغص بالمجازر وتغص بها الحناجر هي حلب حالها يقول حسبنا الله ونعم الوكيل في حي من أحيائها المحررة والذي يضم ما يزيد عن عشرة مساجد الطرنطائية وبرسيل والبلاط وليس آخرها هارون دادا والذي يعود معظمها إلى تاريخ العهد المملكي امتهن الأهالي العديد من المهن لعل أشهرها الحياكة وتجارة الأغنام والتريكو في الحي أزقة متنوعة منها ساحة حمد ودكاكين حجيج والبلاط والقطاني حي قاضي عسكر يشكل جزءا من تاريخ المدينة والذي يتوقف في مسيرنا مع مجلس المحلي في الحي لنستعرض الأعباء التي ينهض بها فريق المجلس أعزائي المشاهدين كما تعودنا في حلقات سابقة ننطلق من همومكم وأعبائكم التي يتشارك بها معكم فريق المجلس فريق البرنامج تجول في حي قاضي عسكر وفي أذقتي وأحيائه ليتعرف على أهم الخدمات ورأيكم في الخدمات التي يقدمها مجلس حي قاضي عسكر نذهب إياكم على الريورتاج الذي عده فريق البرنامج أخي إش رأيك بمجلس حي قاضي عسكر والقطاني؟ والله بالنسبة لمجلس الحي يا أخي محسوبيات كيف كان محسوبيات؟ يعني لا تخذب هذه الكلمة إن كان مثلا مجلس الحي مثلا بيعرف له كم واحد يكي بتعامل معهم مثلا كويسين وهم الحارة واسطة يعني الإبن النعمة والهذا بيأخذوا الدرويش والمسكين اللي ما بيطلع له صوت دائما سيكت وياخد حسب الله ومنجي منقول له مثلا بالنسبة في عنا عائلات شهداء عنا عائلة شهداء هون منقول له مثلا خيو لي ما بتعطيه للشهداء طيب الشهداء طيب هذول منين دا تجيب ما في استجابة طيب بيقول لي طول بالك وراح أبد الله بكون مثلا واحد صلوا فترة طويلة بارك براتها البلد بيجي بيأخذ معونة وبكون واحد صلوا أربة خمس سنين بارك هون على اليوم وبكرة ومنسجل له كونك أحد الناشطين البارزين في حي قاضي عسكر شو رأيك بأداء عمل مجلس حي قاضي عسكر والأطاني؟ والله المجلس طبعا في بعض الأمور منيح في بعض الأمور مونيح يعني في ضعف هلأ ممكن حسب أنا اطلاعي على الموضوع في شي بإيدن وفي شي مو بإيدن وين تشوف ضعف عمل المجلس؟ تمام هلأ الضعف بالخدمات موضوع الكهرباء والنظافة نوعا ما موضوع الكهرباء يعني أنا مرة حكيت معهم قطلوا أولي والله عم نروح على الإدارة ومعهم ما تستجي بشكل صحيح يعني أو بشكل جيد فهون هون الضعف موضوع التخديم الإغاثي مثلا المكتب الإغاثي عم يخدم حي قاضي عسكر مثل ما عم يخدم حي القطاني والبلاط؟ والله حسب تصوري إيه يعني موضوع الكهرباء في عدل بالتوزيع بين الأحياء؟ الله ما في شي مية بالمية عدل بس نوعا ما الأمور منيحة بالنسبة للإغاثي الأمور منيحة نوعا ما طبعا ما في عدالة يعني مية بالمية إجباري يعني هاي بس ولكن نوعا ما الأمور منيحة يعني شو رأيك بالخدمات اللي يعني بيقدمها مجلس الحي للأهالي؟ ويسي ويسي طبع وين بتشوف التأصير بعمل المجلس الحي؟ ما عندهم تأصير أبدا والحمد لله أنا بتحكي أحالي يعني كويس طب هل بتعتقد أنه مجلس الحي قاضي عسكر والبلاط والقطاني؟ هنم بيمسلوا أهالي هالأحي؟ مستلوا أي أخي شراءك بمجلس حي قاضي عسكر والبلاط القطاني؟ يعني بالنسبة لمجلس الحي قاضي عسكر كويس بس جنس بالسوب تكاكين حجاج ما في طاول لا هو نفس المجلس هو نفس المجلس بس ما في شي طاول هالعلبتين عجوة عطانيهم لأبر رمضان هالله لا فريكا لا رز لا شي طاول طاول نحن بس عربتين عجوة من أبر رمضان لهالله طيب أنت وين ساكن؟ ساكن بالبلاط نعم أنت بتشوف في عدل بالتوزيع بين حي قاكين حجاج وحي قاكين حجاج وحي قاكين حجاج وحي قاكين عسكر؟ ما في عدل طاول يعني إلا ناس تأخذ ناس ما بتأخذ ناس بطلع ناس ما ما بتطلع له ما الشي السبب؟ يعني الله نحن نحن نستجلين شرسطنين نحن من هذيك سنة الله تكاكين حجاج ما عطانا غير العربتين عجوة بس من الأفريكا لا الرزة يعني سطولة عم نشوف قدام عيننا نحن ما عم ناخد شي طاول طب أنت بتعتقد أنه مجلس حي قادي عسكر والبلاط لقطاني بمسلوك؟ لا ما بمسلوني طيب ليش؟ لأني ما عم بخدموني عمو شو رأيك بمجلس حي قادي عسكر والقطاني؟ والله كويس ابن حلال كويس ما بي مثله ابن حلال طب شو هي الخدمات اللي عم بقدموها المجلس للأهالي؟ بس معوني وبس معوني هل يقوم بإشراف على نظافة الحي الماء الكهرباء؟ ما ركع لي مرة ولا مرة عمو أنت بتعرف كيف تشكل مجلس الحي؟ لا بالله أفعله برعاية منظمة المغتربين السوريين تطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية نرحب بكم أعزائي مشاهدي من جديد سيد عمار أهالي الحي بعض الأهالي الحي سألناهم عن آلية تشكيل المجلس هل هم على الطلاع؟ هل أعضاء مجلس الحي يمثلونكم؟ بعض الناس ذكر أنه أعضاء مجلس الحي إما لا يمثلون أو ليسوا على الطلاع كيف يتشكل مجلس؟ مجلس حي قادي عسكر كيف تشكل وما هل يتشكلون؟ تشكل مجلس ٦ ١٢ ١٢١١٤ نعم بتوافق مع أعضاء الحي وجهاء الحي وأجي بمجلس المدينة على الحي وقام يتجول بالحي عنه بالأطاني وقاضي عسكر والبلاط حي ويأخذ توقيع الناس بالأسماء المرفوعة إذا أنتم لجأتم للتوافق ما رحتوا لأنتخاب؟ لا للتوافق الحمد لله السبب؟ أخي عمار الشي اللي خلاكم تعتمدوا على التوافق ما تمتوا انتخابات؟ وش السبب؟ يعني بشان تقصيرنا الوقت نعم بشان نستفيد ما يوقف حال الإغاثة نعم ايه توافقنا توافقيا وانتخابات شما ما يصير عدة مشاكل وكذا شيء واختصار وقت يعني أخي عمار متى تنتهي دورتكم من طول حاليا؟ يلا حاليا انتهت دورتنا وعم نساوي هلا حاليا توافق نعم وان شاء الله خير المكاتب اللي مشكل منا المجلس شو هي المكاتب مجلسكم؟ بتتعدل رئيس المجلس نعم مكتب إغاثي نعم مكتب تعليمي بتتحوال خدمي نعم في مكتب إحصاء؟ مكتب إحصاء؟ نعم ومكتب ترمين؟ نعم أتوقف هنا وأعود للسيد رشيد سيد رشيد أحد مكاتب المجلس وهي معظم مجال سحياء مكتب الإغاثي لا نجري أي استطلاع الرأي في أي مجلس حي أو أي مجلس مديني إلا يكون هناك امتعاض من الإغاثة، محسوبيات هل هذا الشيء فعلا موجود؟ بعض الناس ذكر هذا الموضوع هل فعلا فيه محسوبيات في حي قاضي عسفر؟ الله هو في وجهة نظره إذا نشوف على وجهة نظره أكيد محسوبياً نعم هو لو كان يعلم الذي عنه ومثلا طلبات المنظمات أو الجمعية اللي بدي يجي فبيعرف إنه هذا مفروض علينا مو محسوبيات هاي طلب جمعية فاليوم هو وقت لي كونه موجوع في أحد الأخوة عمالة بقول إنه مثلا أرامل ما بيعطوه نعم جوز الله هو مثلا عمالة شهيد أو شهيد عالد شهيد هذا يعني صار فيه شي جديد يعني موضوع مثلا صار له شي خمسطعش نهار أو عشر تيئب أنا منين ذا أجب له يعني إذا كما نحن من نرفع اسمهم لجمعية بتجي هي بتطلب في جمعيات كثير الله يجزيكم يجزيهم للخير هنن برقدوا بطلبوا إشوة معاينهم يكون أرملة عند قاصر نعم طفل قاصر يعني أغلب الجمعيات بتغزي هالشي بتدعم هالشي هذا ويمكن الله هنه صار بحلول إنه يقبضوا الرواتب في كتير جمعيات بتقبض رواتب تفالات رواتب يعني بتعطي تقبض مصاري نعم الأغلب العوائل الأرامل اللي عنده أطفال قصر تستلم رواتب مادية طيب في ناس ذكرت أنه أنت هون قطاعكم كبير فيه دكيكين عجيج فيه القطاني فيه رضي عزيزي الحمد لله رب العالمين هل أنتوا عبت تقدروا توازنوا بين هالشوارع بين هالمناطق مع بعض البعض في ناس في ناس ترى أنه هذا الأمر غير محقق أتأكيد يعني يلا اليوم إذا كانت الناس بدي تشوف على موجب الجمعيات اللي عمال بتعطينا أول منظمات في منظمة من المنظمات بتعطي شهر أي شهر لا نعم فهذاك الأخ اللي بده يشوف أنه جارو عمال بياخد من كل شهر وهو بياخد شهر أي شهر لا بده تبقاله شي غصة يعني عنده هذا الشي هو بيفتكره من عندي أنا يعني كعائد إلي أنا مجلس حيء أو مكتب إغاسي من عندي عب أعطي هالشي هذا والحقيقة أنا ليش لا أعطي لجارو أكتر منه هو بحساب أنه جارو وقت اللي عمال بس كم حصة إغاسية بتوزعو بي حقيقة قاضي عزكر في عنا 450 600 حصة إغاسية شهريا شهريا بتتوزع عنا بحينا إيش النعايب؟ 600 حصة بتتخلص منه بس في عنده 50 من 600 يعني هي 550 حصة واقعية كل شهر ال600 شهر أي شهر لا فيه أنه 50 عائلة بس 50 عائلة تاخد شهر أي شهر لا نعم المعايير أنتوا بتنقوا في أهلها 600 حصة ما بتشمل كل عائلات حقيقة قاضي عزكر فإشه المعايير اللي بتخليكو نتوزعو طاعتو لعائلات استثناء عائلات أكيد هالله وقت اللي بيجي المنظمة بتدخل أول كل بدي يكون عندك أقل شي أربع أشخاص مقيمين في البيت نعم مو أربع أشخاص على دفتر العائلة أو على البيان العائلي يعني فيه الله عبارة عائلة فيه فرق بين أنه يكون على دفتر العائلة وبأنه مقيمين أكيد يا أستاذ علي هالله اليوم هاي وقت العمال تجي موضوع الإغاثة أو اللي عمال المنظمة اللي عمال بتعطيع بتعطي للي بيرك هنا مشان هو يستخدمه مولا حتى مثلا يبعته يستخدمه بالبريد المستعجل يعني فيه ناس اجت عطتكم إنه بدي عند علاقة على دفاتر عائلة عدد أشخاص وبدأ تاخد حصص على أساس دفتر عائلة يعني فيه نفسه ترابط أيبا فهون أول الكل صار في عنا شوية خلافات بالموضوع بقول أهالي بعدين وقت اللي تفهم الموضوع وعرف أنه جارك انت يا أخي جارك يكون عنده تسع أشخاص او 8 أشخاص ياخد حصة وانت بس بقيا هنا شخصين او ثلاثة وتاخد حصة يحطها لك محل جارك في ناس كتير تقبلت الموضوع وتفهمت وصارت ترضى مثلا وفي ناس حقدت علينا مو حقدت بالأحراء كمان يعني زعل على حاله هو بيحسب ضعفة المادة اللي عنده يعني أعود السيد عمار سيد عمار أحد مكاتب المجلس هو مكتب الخدمات بعض المواطنين أو الناشطين في حي قاضي عسكر اشتكى من التلكق في استجابة للخدمات هل أنتوا فعلا في عنكم بطء في التنسيق بالنسبة في حال خدمات الكهرباء أو خدمات الأخرى الحمد لله المتابعين من ناحية الخدمات الكهرباء على طول الكهرباء ما في يحاول توفرة طبعا بيحاول توفرة بنبعث على الكهرباء بنبعث عليهم كذا شيء متواصل معهم إذا عندهم إمكانية بيجوا بالسرعة يعني الحمد لله متواصل وين لك؟ بشوف ليش بعض المواطنين بشوفوا أنه فيه تأصير ليش برأيك؟ جوز ما بعرف يعني مشان إيش ما اسمه مبرله أي شيء ما بنعرف يعني إيش هو هو بأصده بي إيش بالنظافة الحمد لله مطابعين مع القطاع متابعة المشان النظافة نعم الحمد لله جيدة وكويسة في أمبيرات فين حي؟ في أمبيرات طيب عظيم حاليا في مؤخرا مجلس مدينة حاول يصدر تسعيره لموضوع الأمبيرات نعم هل هذا الموضوع فعلا نجح وتم تطبيقه في الحقيق قاضي عسكر؟ لا إيش هو السبب؟ عرضوا علينا أني كمولدي أني في عنا مولدات الحمد لله والأسعار يعني مناسبة نعم مكتفية حينما من لاحية الأمبيرات التسعير تسعير الأمبيرات تسعيره حاولوا هن يسعروا الأمبيرات في مدينة حلب هل هذا الأمر نجح وتم تطبيقه في القاضي عسكر؟ إيش هو السبب ما نجح؟ تسعيره ما هي منطقية؟ الأمر إيش وين وينش هو الخلق؟ أقولوا لك أني تسعير المازوت نعم كنهار عنهار عبفرق سعر المازوت نعم ما بتحسن تجبر صاحب المالدي اللي يعطيك سعر محدد نعم إجبارك جمعة جمعة عبفرق السعر إذن التسعير اللي خرج فيه مجلس مدينة ما رعى تغير أسعار المحروقات؟ لا 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 موضوع الصيانة موضوع الأمور هل بتعتقد أنه أنت أهل الأمبيرات الأسعار اللي عبشتوله فيها اللي عب قدموها للناس حاليا في هذه الظروف هي أسعار منطقية؟ لا إلا فيها تجاوز؟ فيها تجاوز طبعا طب ليش ما بيصير خلينا نقول في تعاون لتطبيق تسعير مجلس المدينة إلا في عنا خلل في التسعير وفي عنا خلل في التطبيق بس نحن نحن طبعا هو إجبار بدي يصير خلل ناس يوميا عب تذكر موضوع الأمبير تسعير الأمبير وعب اختلف من حي لحي طب حي عن حي بعب تفرق الأسعار نعم يعني فيها هلا عبي يأخذوا فرضهم 1200 حي وفيه أسعار عبي يأخذوا 1500 و 1600 نعم يعني بتفرق أخونا رشيد في عندك مداخلة في هذا الموضوع؟ الله يعطيكم العافية المداخلة لأنه في حي أحياء اللي بتضمن مثلا أعداد كسيفة من السكان بتكون مولدته أكبر بيكون عنده مثلا الهدر واحد والتصريف أكبر عنده نعم فإذا كان عنده استطاعة مثلا 200 كفئة ما هو مثل اللي عنده استطاعة مولدته 100 كفئة نعم بتصرف هيا تقريبا مثل هيا معدلة وقت اللي عمال بيقوم على التصليح هذا مولدته صغيرة وهذاك مولدته كبيرة التصليح تقريبا عمال بي عادل بعضه فبكون هداك دخله أكبر من هذا أسبوعيا نعم بتلاحظ أنه صاحب مولدته الكبيرة على طول بيأخذ أقل الهدر طريبا واحد والصرف واحد والدخل أكتر أنت برأيك التسعير اللي طلع فيه مجلس مدينة سليم ولا فيه مشكلة أكيد فيه مشكلة المشكلة بدي يأمن لك يعني هو بدي يكون أول الكلم أمن لك الفني نعم عدم معاخذ الفني هو هلا اللي عمال بتخبى فيه كلها تالهدر وتصرف وين عند الفني أي قطعة ميكانيك يعني عدم ما موجودة بدي كتير عالم تطلع لبرات حلب لحتى نتأمن هالقطعة هي صحيح لا الميكانيك يعني بيكون في عنده ضغط الميكانيك اليوم المحترف المعلم الخبير في عنده ضغط ما في عنده فضل وقت الدخترون عند ميكانيك يتمشي يعني أنت بتشوف أنه أهل الأنبير أهل الأنبير تسعيراتهم وفق واقعهم منطقية طبعا حسب كل واحد بمنطقته أنا بشوف اللي عنا بمنطقتنا هنا واقعية حسب مولدته منطقية واقعية يعني نحن كتير صار من الأهالي والأخوة في جيرا ونحن من الحي يعني يصير فيه خلافات بالرفع وبالتنزيل فوقت اللي نبرك ونشوف الوضع وهذا يقول لك صرفت هيك وحطيت واشتريت المازوت وصلحت وكهرباء علبة كهرباء احترق الشريط انتشى لسرق الشريط نكون معهم يعني بالميدان نشوف يعني يا أخي شي بسكت يعني حقه يعني آخر الكل هو عمال بحط المولد والمصروف ما يكون أعود السيد عمار سيد عمار أهم المشاريع التي يقوم عليها فريق مجلس الحي لتخديم أهل الحي قاضي عسكر بالتخديم حلق جتنا يا جمعية بمشاريع ترميم البيوت ترميم منازل ترميم منازل المهدمة ترميمة كم منزل ممكن يشمل هذا المشروع وترميمة يعني تقريبا عن خمسين باربعين خمسين بيت أربعين بيت يعني تقريبا ايه نعم باربعين للخمسين نعم بالإضافة لمشروع ترميم منازل آه مشروع الخزانات كم خزان أشرفتوا على تركيبهم في الحي تركبنا خمسة خمسة عشرة بجي 12 خزان 12 خزان بحي طبعا الحمد لله نعم كفينا وأمنا لهم كتعبايتهم بالاسموع مرة نعم يعني منعب بي الخزانات وفي عنا مشروع المدرسة تأهيل المدرسة الحمد لله أهلناها مزرسة المسنة الحمد لله تأهلت كان يكون دور في تأهيل المدرسة طبعا الحمد لله كنا دور كتير كبير بتأمين الداعم نعم أمنا والحمد لله هلله شغالي المدرسة أعود للسيد رشيد سيد رشيد هل هناك منظمات تساعد أهالي حلب وأهالي أحياء حلب للخروج من سلة الإغاثة إلى الاختفاء الذاتي مشاريع تقوم بالدخل على الناس كفكرة جديدة هلله وصلتنا على الموجة بالدراسة هي إعادة تأهيل المنازل عمال بستهدفوا أنه يشغلوا من العمال في عنا مشروع سبل العيش اللي دخلت فيه منظمتين عند الجمعيتين استهدفوا بعض الأشخاص شخصين مشروع سبل العيش شخصين شخصين نعم نعم شخصين نعم شخصين نعم شخصين نعم شخصين نعم شخصين نعم واحد حداد كم المبلغ؟ و350 دولار واحد حداد واحد بلص نعم هدول النين اللي استفادوا من سبل العيش فهلا في عنا هذا المشروع الجديد موضوع الترميم اللي إعادة التأهيل السكان نعم إن شاء الله وتعالى إذا كان أي فيه عنده تشغيل عمال هذا بيساعد أنه بده يستهدف عمال نعم كم عامل يمكن يشغل 300 عامل يعني بشغل بهالمشروع هذا 300 عامل على موجب الدراسة اللي كان أنا واحد من الشباب من المهندسين قال لي نحن مو هدفنا أنه والله بس نصليح باب شباك هدفنا كان الأكبر أنه نشغل عمال من هالأحياء هاية ونستهدف أمنا له الله يجزيك الخير فأنا برأيي أنه هاية يعني كويسة أكتر من الصلة الغذائية يعني في شيء مهن أو موجودة في الحي تحتاج أنه مساعدة لترجع تشتغل للجلسة الطلق وقفة حاليا ممكن المنظمات إذا أمنت لهم تمويل ممكن ينطلقوا أكيد يعني هي في مهن بتنطلق وبدأ بس فقط أهم الكل يعني عندك الطريق حتى هالبضايا اللي ده تشتغل مثلا في عندك الموبيليا لحد الآن في كتير من الموبيليا من هالشغل هذا الحفيرين بخيخين مناجدين وقفوا على الخالص موجودين في الحي موجودين في الحي موجودين في الحي ووقفين على الخالص هدول يتأملون مثلا شيء تطلع على البضايع أو يرجع بجرعوا يشغالين وحتى يعني دعم بسيط مشكلتهم هنا ما مشكلت تمويل مشكلتهم تصريف تصريف أكيد يحتاجوا إذا كان فيه طرقات في كذا أيوة أيوة تأمين مثلا تطلع هالبضايع وتشتغل أو الأمان نحن نرجع لموضوع الأمان إنه يكون فيه أمان برجع بشتغل أعود للسيد عمار سيد عمار في كتير من الأهالي نسحت عن بيوتها هل في دور لمجلس حيلي حماية البيوت الفار يعني الأهالية ما الموجودين هل قمتم بحفاظ عليهم فيه كشي أدوار بهالجانب هذا طبعا الحمد لله يعني منحافظ لنا على بيوتهم محلة نقصف كذا شي منرجع منسكر لبيوت وحط لهم جنزير صار شي سريقات للبيوت طبعا لا بد إلا ما يصير صار صار طبعا السبب يعني السبب برأيك برأيك حس في الله هنا عمالوكيلي عايزك تحكي يعني تقول طيب رأيك سيد رشيد خلوة والناس والغياب مثلا الأشخاص وبعض الأنفس الدنيئة يعني الضعيفة وعمل ما فيه إمكانية ضبط ما فيه إمكانية ضبط موضوع السريقات لا لا فيه إمكانية لو كان ما فيه إمكانية كان ما شفت فيه شي طاول تم عنا بالحي فيه إمكانية وفيه متابعة الحمد لله رب العالمين حتى من أهالي الحي ومن أعيان الحي بصير يعني بحيث أنه إذا بدي يشوفوا واحد مستمر في أنه عمال بالسريقات بحاسبه محاسبة جزرية فإذا بيشوفوا واحد أنه والله مشان بحجة أنه أكل وما كان عب بيشتغل في المداية على جوله موضوعه أمنوا له شغله أمنوا له عمله بحيث انتهى فيه محاسبة جزرية يعني نعم سيد عمار حاليا أنتم بيقبلين على تجديد لدورتكم الحالية في المجلس إيش أكتر شيء بتحاولوا أنتم فعلا تأمنوا في يعني بتحاولوا تأمنوا لحي قضي عسكر في الدورة القادمة إن شاء الله يقدرنا نأمل محتزيات الناس نأملهم حواجبهم نوصلهم طلبهم إن شاء الله إذا الله يقدرنا إذا أنتم تتطلقوا احتياجات الناس يعني احتياجات الناس سيد رشيد في حال فعلا إن شاء الله تم يعني انتخابكم التوافق عليكم لدورة جديدة إيش أهم شي بيشغل بالكم تقدموا لأهلي حي قاضي عسكر الأهم أنا العجبتني هي فكرة التشغيل للعمال إذا كان أحب يعني كتير بتابع عليها يعني هي بتخفف من عادة التعويض على الإغاسة والمطالبة فيها وبتخفف قلة البطالة يعني نرجع منطلق منشغل تقلل نسبة البطالة تقلل نسبة البطالة يعني نرجع منطلق ونعتمد على حالنا وعلى كتفنا يعني وعلى شغلنا وعلى تعبنا يعني مو منتم من المتعودين على الإغاسة اللي عمال بتجينا نعتمد عليها ومع ذلك إن شاء الله كمان نأمن لهذه بعض الأرامل والأطفال نأمن لأطفال الحي مثلا ظروف تعليم مثلا فريق تعليمي يكون كويس ومتطور أكتر وندخلهم مثلا في بعض الهدايا مثل ما صار اليوم شفتوا يعني نحاول نتم عمال نرغب الطلاب والأهالي يبعتوهم وبعض الخطار نحاول نتواصلهم مع جمعية اللي طال على الجديد كبارنا لأنه فعلا هدول الكبارنا يعني هنا بحينا ما حدا ينتبه عليهم طاول لو ما أهالي الحي جمعيات ما أجانا شي طاول منسمع بجمعية كبارنا نحن لحد الآن ما شفهم من نحن سؤال أخير إن شاء الله بنهاية هذه الحلقة أكتر شي خلال السن نص اللي اشتغلتوها تفتخروا فيه إن قدمتو الأهالي حقيقة أدعى أذكر نحن أفضل شغلي أنا بالنسبة لي كأي غاسي بفتخر فيي الحمد لله رب العالمين امتصات غضب الناس قدرت أسيطر على امتصاص غضب الناس نعم وتأثير من الفتنة ورجعت يعني أهيئ محبة الناس الحمد لله رب العالمين تحب وتقتنع إنه كل واحد اللي الله رزقته بيعتله يا هاي نقطة ضعف نحن على طول مقصرين يا أستاذ علي ما بصير أقول إنه في عندي نقطة ضوء أنا على طول شايف حالي نقطة ضعف طالما أنه أنا مكلف إنه ما أشتغل لها الخلق وما عم بحسين بأدي لها واجبة لها الخلق وأم من لها طلباتها معناتها أنا ضعيف على طول ضعيف ما عندي ولا نقطة قوة طيب سيد عمار أكتر شغلي في الفتخر في أنا قدمتوها لها لي حقيقة أعضي عسكر ونقطة ضعف تعتقدها إنه موجودة في حياء أعضي عسكر في مجلس حياء أعضي عسكر بالمجلس الضعف طبعا نحن عطوله من يشوف حالنا لأنه ضعفاء إني مع المريض نشتغل أكتر ونقدم له شيء أفضل وعمل يعني أكتر من هيك نعم هذا الضعف أكتر إنجاز فعلا أنه تشتغلتوا عليه بتفتخروا فيك لأهلي حياء قاضي عسكر لأهلي حياء قاضي عسكر الحمد لله يعني اشتغلنا إني قدمنا المطلق القزانة تأهيل المدارس يعني الحمد لله وفي عنا سوبر العيش إن شاء الله إن شاء الله بشأن عمل للحي نعم يتقدم وإن شاء الله خير في الختام أشكر السيد عمار دلاتي رئيس مجلس حياء قاضي عسكر شكرا جزيلا سيد عمار الله يأعطيك العافية الله يأعطيك كما أشكر السيد رشيد طراب رئيس مكتب الإغاسي في مجلس حياء قاضي عسكر نحن نتشكركم ونرحب فيكم بهذه الزيارة الحلوة واللطيفة ولو إنه كانت مدة أصيرة بس ما استفدنا يعني من خبراتكم أنتم الله يزيكم الخير ويعطيكم ألف عافية ومثل ما أقولوا عطيتونا رجعتوا الطاقة لنتابع ونعطي أكتر وأكتر إن شاء الله ألف شكر لكم أستاذ الله يبارك من أقدم مدينة مأهولة في التاريخ من مدينة فيها أقدم قلعة في التاريخ من مدينة العراقة والأصالة من مدينة من أخطر مدينة في العالم نواصل معكم أعزائي المشاهدين في تقديم حلقات إسبوعية من برنامجكم مجالسنا المحلية أشكر فريق البرنامج الذي سام في إعداد وأخراج هذه الحلقة والشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين كما أشكر منظمة المغتربين السوريين الرعي الرسمي لهذا البرنامج هذا علي حلاق يحييكم أستودعكم الله في حفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وأبركاته الله أعطيكم العافية وبرك فيكم الله يسيكم الخير اشتركوا في القناة